السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد من كورس الكمبيوتر فيجن. هتكلم معكم النهاردة عن الباركينج مانجمنت. احنا طبعا الفكرة دي عملناها مرتين قبل كده مرة باستخدام الماسك. والمرة التانية كان باستخدام البوينت بولوجون تسك. كنا بنعمل على الكارز بتاعتنا وبعد كده بنجيب السنتر بتاعها وبنشوف بقى السنتر ده هل هو موجود داخل بتاعتي او لا? ولو كان موجود. كنت بروح هعمل الكاونتنج وهشوف فيه كام كار موجودة عندي فيه الباركينج. احنا النهاردة هنعمل الموضوع بشكل مختلف تماما والكود بتاع النهاردة تقدر تستخدمه على اي باركينج بروبلم. ايا كان يعني الفيديو اللي انت هتشتغل عليه تقدر تستخدم الكوب بتاع النهاردة يعني. تمام? فخلينا نبدأ مع بعض كده. ده طبعا الفيديو اللي احنا هنشتغل عليه. الفيديو متسرع يعني عشان نبدأ نشوف الكارز هوية بتتحرك. فاااا لو هنتكلم عن الفكرة بشكل عام قبل ما ندخل على الكود. احنا عايزين لما نرن الفيديو. لما لما نرن الكود يعني على الفيديو ده. نبدأ ان احنا نحدد نفسنا. تمام? زي ما عملنا كده في الفيديو بتاع لو انت فاكر كنا من خلال بنحدد كده يعني مجرد ما بتضغط على بتاعتك بيبدأ النهار يرسم لك. احنا عايزين هنا نعمل نفس الفكرة. يعني بدل ما كنا هناك بنحدد احنا اه بنعمل بتاعتنا من خلال مسلا او قبل كده من خلال لا احنا هنا اول ما هنرن الكود هنبدأ ان احنا من خلال الماوس كده نحدد بتاعنا وبعد كده هنبدأ عادي نتعامل خالص طبعا بعد ما نحدد هنبدأ ان احنا نحتفظ بالكوردنيتس دي من خلال لو انت فاكر يعني كنا بنعمل الكلام ده قبل كده في اخر عملناه هنحتفظ بالكوردنيتس بتاعت وبعد كده هنبدأ عادي نستخدم عشان نشوف بتاع الكار هل هو موجود داخل البولي لاينز دي ولا لأ تمام طبعا الموضوع يوضح لها اكتر لما ندخل في الكود تعالى بقى نروح على الكود اول حاجة هنا هنجيب سي في تو نامباي بيكل سي في زون كل دي تعملنا معها قبل كده بعد كده هنقرأ او هنجيب الفيديو هنطري الفيديو كابتشر هنجيب الفيديو اللي احنا هنشتغل عليه سيبك من كل الكلام ده هنرجع له لما نجي نشرع لما نجي النادى عليه تعالى نبدأ من اول هنا طبعا بنبدأ نقرأ كل الفريمز بتاعتنا وهنا الساطر دوت لو انت فجأة تعملنا معا في اللي فاته لو كانت اه بفولس يعني يعني انت ما عندكش فريم تاني فانا عايزه يبدأ يرن الفيديو من اول وجديد ويشتغل عليه يعني ما وقف ليش الفيديو خلصه ما فيش فريم اوكي كم الرن زمانة فبنعمل كده ازاي عن طريق الكاب دوت ست وهنا بنحدد البروبريتي بوزيشن فريمز وبقول له زيرو يعني ابدأ يرجع لي من اول الفريم رقم زيرو ورن الكود من اول وجديد وما توقف ليش الكود اهو بقول له اعمل كنتينيو تمام وطبعا في حالة الريت كانت بفولس يعني اعمل اللي بريك خلاص اطلع من الكود يعني بس طبعا الكون دوت مش هتحقق لان احنا هنا دايما لما تكون بالريت بنرجع نشغل الفيديو من اول وجديد فاحنا ممكن نحزف الكون ده بعد كده هنبدأ نعمل رسايز لي الفريم بتاعتنا نخلي الويتس قوي اللي هو الف ومتين والهاي تايكون سبعمية بعد كده هنبدأ نعمل الفورلوب على البولولاين من خلال الانيميريتس تعال بقى نروح نشوف البولولاينز دي عبارة عن ايه ونبدأ ان احنا نشرحها اه تعال هنا على الفونكشن اللي اسمها درو فونكشن دي هي الخاصة بيه الماوس اه ايفنز لو انت فاكر الماوس ايفنز دايما بتاخد فايف برامترز اللي هو الايفنز والاكس والواي والفلاكز والبورام هنا عندنا تو فاريابلز اللي هو الوينتس و الدروينج احنا طبعا كنا عرفنا الاسم دروينج اهو وهنا دي الاستفادية هنحتاجها بعدين وهنا برضو الاستفادية وهنا النام بتاع الاريا اللي احنا هنسميها بنفسنا لما نعمل راني للكود هيجي تحفز هنا تمام كل الكلام ده هنشوفه دلوقتي مهم ان احنا هنا عندنا الاتنين يعني انت اكيد دي يعني درسين الخاصة بالبايسون يعني تقدر تناديلهم خارج الفونكشن دي وتعدل عليهم يعني تمام اه بعد كده هنا عندنا اول ايفنت اللي انت هتضغط كليك شمال على الماوس بتاعت بص بقى اللي هيحصل اهو لو كان اللي انت هتعمله بالماوس هو عبارة عن كليك شمال داون اهو يعني انت هتضغط على كليك شمال تمام? اه لما هتضغط على الكليك شمال هتبقى هتبقى بترو هنا كانت بفولس فاحنا هنعملها وهنخليها بترو وهنبدأ ناخد الكوردنات بتاعت المكان اللي انت هتضغط فيها على الفريم وانا هتفز بيها في الفاريابل اللي اسمه يعني المكان اللي انت هتغطي على كل اكس واي فاحنا هناخد دي ونحتفظ بيها في اللي هو ده تمام بعد كده تاني موجود عندنا هو انت خلاص بعد ما تغطيك شمال بتحرك الموس بتاعك عشان ترسم الاريا فلو فلو انت بتاعك كان ففي الحالة دي هنعمل تشيك على على هنشوف لو هي مسلا كانت بترو وهي بالفعل هتكون لان احنا هنا كنا ميخلقينها بترو اهو تمام فلو كانت هانعمل mucha وي هتاخد بقى كل ايضا دي وتبدأ ان تتعمل لها هنا في الليحنت اللي اسمها اسمها تمام بعد كده موجود عندنا هو الايفنت ليفت بوتوم اب. خد بالك هنا كان ليفت بوتوم داون. لا هنا ليفت بوتوم اب. يعني الفكرة ببساطة. انت هتضغط على على الفريم. اه بعد ما تضغط على الفريم هتاخد الكوردناتز. تاني ايفنت موجودة عندك هو ان انت هتفضل هتفضل ضاغط زي ما انت على ليفت بوتوم. مش هتشيل مش هتشيل صابعك من عليه. وهتقوم محرك الماوس. طول ما انت بتحرك الماوس انت عملت اخد الاكس والواي كوردناتز وتخزينها في اللي اسمها بوينتز تمام? بعد كده هتشيل ايدك من على الكليك شمال بتاع الماوس تمام? لما هتشيل ايدك اللي هو هخلي بقى بدء ما هي بتروها هخليها بفولس. وبعد كده هيطلب منك ان انت اتدخل الاسم بتاع الاريا لان انت كده خلاص يعطي بها حددت الاريا بتاعتك يعني تمام? آآ بس لستنا طبعا هنعمل لها بزولايز دلوقت. احنا جبنا خلاص. فالمهم انه هو هنا هيطلب منك ان انت اتدخل اسم للاريا ولو انت دخلت اسم للاريا بالفعل يعني ده هتحقق ففي الحالة دي هيبدأ ياخد الاسم اللي انت دخلته ويبدأ يحتفظ به هنا في ده تمام? اللي هو هاجي يتخزن هنا ببقى من آآ بعد كده هيبدأ بقى ان هو آآ يجيب برضو الليست اللي اسمها وهنعمل دي بتاعتنا تمام? اللي هي دي الفاريابل ده اللي انت عملته دي فيه كل يعني طول ما انت عملت حرك الماوس انت تغطي كليك شماله عملت حرك الماوس طول ما انت بتحرك الماوس كل دي كوردينتس انت بتاخدها فبتاخدها بقى وتحولها طبعا هنا الاراي آآ وتخليها عبارة عن انتجر ونبدأ ان احنا نعملها البند هنا في البولي لاينز اللي هي آآ البولي لاينز دي الليست الفاضية دي تمام? آآ طيب ده الموضوع ببساطة يعني لما هنراني الكودة هيوضح لك اكتر دلوقتي فاحنا هنا كلا بنعمل على البولي لاينز عشان نبدأ نعملها طبعا هنا بترجع البولي لاين نفسها بترجع الكوردينتس بتاعت البولي لاين وهنا بترجع الاندكس لكل بول لكل اريا موجودة عندك تمام? لكل بولي لاين هترسمه بكل اندكس هنا طبعا الاندكس ده احنا عاملنا هنا انيمرات لسبب عشان نحتاج الاندكس ده لما نيجي نحط الاسم بتاع الاريا بتاعتنا على الفريم. هنبدأ بنون سي بي توضد بولي لاينز هنعمل بولي لاينز على الفريم وهنا بتديله البولي لاين بتاعتي اللي هي هنا اللي هي بتعمل على كل البولي لاينز اللي انت كنت جبتها من هنا اصلا انت عملت تخزينها في الليست دي اللي اسمها بولي لاينز تمام? آآ بعد كده هنا بتحط خلاص البولي لاين وهنا بتحط عشان يقفل لك الشكل بتاع البولي لاين في الاخر كل الكلام ده بيزكس وشرحينه كتير قبل كده. الفكرة ان انت بتحدد مسلا فهو في الاخر بيقفل لك لشكل بتاعك يعني تمام? بيخلي الشكل مقفول. وهنا بتحدد الكالر وهنا بتحدد وبعد كده انا من خلال سي بي زون انا هنجيب بوت تيكست ركتانجل وهنحط الكلام دوت على الفريم. وهنا بنحط النام بتاع الاريا. خد بالك النام انت كنت بتسجله فيه لو انت فاكر هنا في الاريا بتاعتك تمام? اللي هي اللي انت هتحددها في جلت لك ان احنا بناخدها منك هنا كامبوت وبعاكب بنعمل لها في الاريا اللي اسمه اريا آآ نيم تمام او سوري في اللي اسمها اللي هي اللي هي الليست دي. فانا هجيب بقى الاريا نيم دي وهناخد منها الاندكس الاي. طبعا الاي دي مرة تبقى بزيره. ده بالنسبة مسلا لاول موجود عندك في مرة تبقى وهكذا على حسب اللي انت هتحددها في الباركين. فانا هنا كل مرة بجيب الاريا نيم واخد منها اندكس زيرو اندكس وان وهكذا. يبقى بيبقى داوك كده يعتبر النام بتاع الاريا بتاعتي. وهنا كمان بنحدد اللي احنا هنحط فيه هنا عند اخد بالك اللي هو الاريا اللي انت بترسمها. تمام? فمعنى ان انت خدت اندكس زيرو لكنك خدت فانت هتحط بتاعت في يعني تمام? وهنا بقى بتحدد الاريا والتكست بتاعت. طيب اه ده كده يعتبر بالنسبة للبولولاين. بعد كده انا عادي بنعمل شغل الفريم بتاعتنا وهنا دي الست ماوس كولباك بتنادي على الفونكشن اللي اسمها لازم طبعا بتحط ده زي ما احنا شرحنا في عبل كده لما بيجي تستخدم لازم بتجيب يعني بتنادي على اللي انت هتعملها بالماوس وبتسمي الاسم بتاع الفريم بنفس الاسم بتاع اللي انت استخدمته هنا في الام شو وهنا بتديره بقى الفونكشن اللي فيها كل بتاعتك. كلام ده بقى كله بيزيكس الويت كي هنا طبعا الفونكشن دي هنا الكي بتاعك لو كان حرف الاس يعني لو انت الوردر بتاعك لو انت ضغطت على حرف الاس في الكي بورد فالمفروض ان احنا نبدأ نحتفظ بالكوردنيتز بتاعت البولولاين. الفكرة زي ما احنا عملنا قبل كده في كونتز بيسيس انا شيلف. كنا بنحدد الركتانجلز بتاعتنا فانا عايز لما قفل الرن وارجع الرن الكود تاني كنت تلاقي الركتانجلز موجودة. هنا برضو نفس الفكرة. انا عايز لما احدد كل الارياز بتاعتي او احدد البولولاينز بتاعتي اضغط على اس في الكي بورد يبدأ ان هو يحتفظ لي بكل البولولاينز بتاعتي يعني تمام? فهنا اه طبعا الموضوع ده عملنا كتيرا قبل كده هقول له لو الوردر كان حرف الاس ابدأ بقى اعمل لي فايل عندي على الجهاز سميه كمبيوتر فيجن هرايط فيه هرايط بايتس في الفايل ده هنا طبعا الكلام ده بازكش محتاجين نشرحه يعني اللي هي الوز اس والكلام ده هنا فتحنا الملف اهو وبعد كده الملف ده اتفتحناه عشان فيه طب ايه بقى الحاجات اللي احنا هنخزينها في الملف ده هنخزن حاجتين اللي هي اللي انت بتحددها والاسم والاسم بتاع الاريا دي تمام? هنخزينها على شكل دكشنري هنا اللي هي بتاعتنا تمام? اللي هي آآ دي دي اللي احنا هنعمل لها ضم يعني آآ والاريا كمان اللي هي الاريا نيم اللي هي بتاعتنا دي. يبقى احنا جده احتفظنا بالاريا اهو ده اللي احنا هنحتفظ بيه ده اللي احنا هنعمله ضم هو هنخزن الكلام ده كله اللي هي الديتا هنخزينه في الملف ده آآ ولازم ادي له الملف نفسه بقى يا دي الريدي الديتا اللي انا عايز احتفظ بيها طب احتفظ بيها فين في الملف اللي هو الاف ده تمام? ده الملف اللي احنا فتحينه. وخلاص كده انت يعتبر آآ مجرد ما تضغط اس على الكيبورد هيبدأ ان هو يحتفظ يحتفظ بكل الكوردناتس او يحتفظ آآ بكل الكوردناتس بتاعت البولي واينز اللي انت حددتها تمام? وانا بقول له لو كان آآ الاردر بتاعك هو حرف الكيو خلاص اعمل اللي بريك واقفل الكود هنا ريليز ويدستروي اول ويندوز طيب تعال نرني كده الكود الموضوع بسيط جدا هتفهمه لما ترني الكود اهو بص بقى اللي بيحصل انا هضغط كليك شمال مسلا في المكان ده وهحرك الماوس مش هشيل ايدي منه على الكليك شمال لا انا بحرك الماوس اهو عشان ارسم الاريا بتاعتي مش لازم تقفل الاريا كلها لان احنا عملنا البولولاين لو فاكر الارجمنت اللي اسمه true لتلك هو بيقفل بيقفل الشكل في الاخر يعني لو انت ما عملتش اخر قفلة دي هو هيقفله الواحده فانا هشيل ايدي وكده ما رسمش في حاجة غلط على ما اعتقد لا ما فيش حاجة غلط سوري هو هنا بيطلب مني الاريا نيم يعني لان هنا لو انت اخب بالك انا طوله هعمل كليك شمال لما اعمل كليك شمال خد الكوردناتس بعد كده هحرك الماوس لما حرك الماوس اعمل تشيك على الفاريابل ده لو هو بتروه خد كل الكوردناتس وبعتها هنا في الابنت رقم ثلاثة اللي هو بيبدأ بقى طبعا بيخلي وبعد كده بيبدأ ياخد منك الاسم بتاع الاريا دي فاحنا هنا مسلا ممكن نسميها اريا وان او بلاش اريا وان خلان نسميها وان خلاص عشان ما تبقاش عريضة معنا يعني هنسميها وان وبعد كده هنضغط انتر نضغط انتر بعد كده نرجع تاني للفيديو اه بص عمل ايه رسم لي الاريا ما كما نحركت الماوس بالزبط وديناها نيم هنا هو تمام تعالى مسلا ناخد الاريا التانية دي هامشي كده وبعد كده يمين كده خلاص حددنا الاريا هيبدأ يطلب مني نيم للاريا دي اقول له مثلا هنسميها اريا تو او اتنين يعني اه كده خلاص اهو وهكذا بقى تبدأ تحدد مجموعة كده بس طبعا انت يعني لما تيجي تعملها بالموز عملها بشكل دقيق عشان الشكل العام يبقى حالو اه تلاتة كنا اخد الاريا اللي هناك دي نسميها مسلا اربعة وكذا بقى اعتقد انت دلوقتي تفهمتوا الفكرة ناخد كمان الاريا دي خمسة ممكن ناخد كمان الاريا دي دي ما زبطيتش يعني آآ طبعا احنا هنا بالنسبة للاريا لو انت عملت حاجة غلط زي كده فانت ممكن تعمل بقى زي ما احنا عملنا قبل كده في الفيديو بتاع الكونتينج سبيسس وانشرف بحيس ان انت ضغط على كليك يبدأ انه يعمل لك ويرجع لك اه او يحزف لك الحاجة اللي انت عملتها طبعا ولكن مش مشكلة يعني احنا الموضوع كله غرض تعليمي مش اكتر ولكن انا بقول لك على كل الحلولة هي اللي انت ممكن تعمل عشان تطلع البروجيكت بشكل بيرفكت دي ممكن نسميها سبعة انا المؤوس معايا بس في مشكلة آآ كده خلاص ممكن اكتفي بالساقعة دول آآ فبعد ما بتحدد الاريا بتاعتك احنا اتفقنا لازم تضغط على حرف الاس عشان يبدأ يعمل لك دوم بليه كل الاريا دي وبالنم بتاعها ويحتفظ ديها في الفايل اللي انت حددته اللي احنا سميناه كمبيوتر فيجن فانا دلوقت هلغط على حرف الاس تمام آآ بعد كده بقى كده خلاص هنبدأ نافل الكود هو بيطلب مني اريا ليه واحنا حددنا اريا تانية ممكن اكون انا دغطت بالغلط ولا حاجة آآ مهم كده خلاص يعني احنا احتفظنا بكل الاريا زي انا هنا اضغطت اس فلو جينا بصينا هنا على الاريكتوري او بالفعل او وعمل فايل اسمه كمبيوتر فيجن واحتفظ بيه اا احتفظ فيه بكل الاريا اللي احنا حددناها احنا كده خلاص يعتبر خلصنا اهم جزئية في البروجيكت ان انت جبت الاريا بتاعتك والاريا نيم كمان واحتفظت بيهم آآ فالجزء التاني هو جزء متعاد من كل الفيديو اللي قبل كده هو بقى ان انت بتعمل وتجيب السنتر بتاع الكار وتشوفه موجود داخل الاريا دي ولا لا لو موجودة تبدأ ان انت تعمل مش موجود آآ خلاص مش هتعمل حاجة يعني تمام ممكن كمان تعد اللي موجود عنك زي ما نشوف دلوقتي فتعال برضو يعني نمشي على الكود سريعا هنا هنعمل بتاعتنا بعد كده هنا بنقرأ او التمانين كلاس بتوع آآ الكوكو دا سيت اللي هي اليولو عاملة عليهم هنا بنقرأهم اهو وبعد كده بنعمل عن طريق النيولاين هنا بنجيب بتاعت اليولو آآ طبعا هنا بنستخدم وبعد كده في هنا جزئية انا ما شرحتهاش بس عشان ايه نرجع تاني آآ نسيت اقولها لكم يعني هنا احنا هنا طبعا آآ لو انا رجعت رمليت الكود تاني بص هتلاقي ان الاريا مرسومة مش محتاج ان ان انت ترسيمها تاني من اول وجديد تمام طب هي ليه مرسومة اصلا لان انت خدتها واحتفزت بيها لما اضغطت هنا على الاس فاحنا هنا اول ما بنراني الكود بنعمل تشيك على الفايل ده بنشوف هل في هل في حاجة محفوظة هنا هل في آآ موجودة هنا لو كان في بالفعل او احنا عملنا داخل لو كان في بالفعل هيبدأ انه ويعمل لها بقى احنا هنا طبعا تحت لما كنا بنحتفز بقى كنا بنعمل رايت بايس لا احنا هنا هنبدأ نكراها هنعمل رايت بايس وبعد كده هنبدأ نعمل لها وبعد كده هنبدأ ان اديتها عليهم خد بالك احنا كنا لما حتفضنا بهم كانوا على شكل لو انت فاكر اهو ف الدجلة لازم بتناديلها دي طبعا اه الكي لما دينا hanno بتناديلها من خلال الكي بتاع itself احنا هنا هنجيب من الديتا الذي هو ده اقوم منها البولولاينز وهناخد منها الاريا ونحتفز بهم هنا تمام وبعد كده هنا دي البولولانز بتاعتنا موجودة هنا اللي هي اللي انت حددتها بالماوس تمام? وهي دي اللي بيبدأ يستخدمها تحت في الكود. لما بيجي بقى يعمل بيعمل على اللي هو قراءة يعني تمام? فكده مش هشتغل على اللي هي الفاضية دي. انما لو انت رونيت الكود ومفيش اي حاجة موجودة ولسه هتبدأ ان انت ترسم من اول وجدير. فبتبدأ ترسمهم وبعد كده هنا بتعمل بقى كل حاجة في وهي دي اللي هتستخدم تحت في الكود وهيتعمل عليها هنا. تمام? اتمنى ان انت تكون فهمت الجزئية دي. تعالى بقى نرجع هنا تاني. هنا برضو بنعمل نفس القصة هاو. بنبدأ نقرأ الكوردناتز الخاصة به الارياز بتاعتنا. وبعد كده هنا بنجيب الفيديو. هنا طبعا آآ كلام ده كله عديه. هنا بنعمل آآ بتاعنا. او آآ بنشتغل على كل عشان بس نسرع الموضوع شوية. يعني هنا عندنا اسم كل فريمها تقرأها. هيروح يزود على دوت بواحد. فهنا لازم يكون لما تاخده وتقسمه على التلاتة. بقى الاسم يكون بزيرو. عشان يبدأ يكمل لك بقية الكود يعني. تمام? طيب. آآ هنا بنعمل وبناخد كوب من الفريم. وبعد كده بنعمل بقى. هو بنجيب الموديل اللي هو اليولو برجان ايت وبنعمل على الفريم عشان نديتكت كل الكارز اللي موجود عندنا او كل الكوكو اللي هي التمانين كلاس اللي موجودين عندنا. هنا طبعا عرفنا آآ قبل كده ازاي يعني ان احنا بنقسز على آآ نتيجة دايما بتكون موجودة في زيرو بعد كده اخدنا آآ نتيجة آآ هنا برضو نفس الكلام متعد من الفيديوز اللي فاتت اللي هو بناخد بقى الاي ونحاولها لداتا فريم بعد كده بنعمل عليها. وهنا بنقسز على الكوردنات وبعد كده بنحسب كل ده متعاد خلينا نعديه. هنا بقى بنعمل تشيك له خط بالك احنا هنا لما بتيجي تعمل بيرجع لك مجموعة دي. رقم خمسة اللي هو بيكون موجود فيه ومشي وبيرجع الكلاص اندكس. انت بتاخد الكلاص اندكس بقى وبتبدله بالكلاص نيم تمام? او من اللي هي اللي احنا جبناه في البداية دي. انا هنبدل الاندكس بالنيم بتاع الابجكت نفسه تمام? آآ بعد كده هنحسب بتاع الكار او بتاع يعني اللي هو السنتر والسنتر واي تمام? آآ بعد كده هنا بعمل تشيك على بعمل تشيك على الكار. بشوف لو كانت موجودة في هبدأ اخد بتاعت الكار دي واعمل لها في اللي هي اللي هي دي تمام? يبقى بتخزن فيها بتاع الكار وبعد كده هنا بنرسم بقى على الكار نفسها. وده نفس الكلام متعد من الكود التاني اهو بنعمل بقى على اللي احنا قرأناه فوق وبنعمل آآ بنعمل لها في جولايز وتماني هنا بوينت تكست آآ ركتانجل وبعد كده هنا بقى لو انت فاكر من شوية قلت لك ان اللي ست ون فين اللي ست ون آآ آآ اهي دي اللي ست ون هنا بنعمل ابندي ايه او بنخزن ايه في اللي ست دي بنخزن السنتر اكس والسنتر واي اللي هو السنتر بتاع الكار نفسها تمام? فهنا هنبدأ بقى نعمل فوق روب على السنتر دي ونعمل له مسبلت يعني هافصله السنتر اكس الواحده وافصل السنتر واي الواحده تمام اللي هو الكوردينيات دي اللي هو اندكس زيرو واندكس وان فقط فانت كده معك السنتر بتاع آآ كل الكارز اللي موجودة عندك هنبدأ بقى هنا آآ نعمل بوينت تيست هديله الاريا معرفين بوينت تيست بتاخد اريا وبتاخد اللي هي اللي عندنا هي اللي هي بتاعة نفسه والسي اكس والسي واي وان. تمام? عشان كده احنا عملنا له فهنا هتاخد وتعمل وتشوفها موجودة داخل الاريا دي ولا لا? لو كانت موجودة هتلاقي ان الريزولت دي بترجع واحد. مش موجودة هتلاقي ان هي بترجع آآ ماينس آآ وان. فهنا لو كانت طبعا رجعت واحد يعني معنا كده ان الريزولت تكون اكبر من الزيرو فهنبدأ بقى في الحلقة دي ان احنا نعمل لسيركل او نعمل للسنطر يعني من خلال سيركل وبرضو هنبدأ ان احنا نعمل آآ بتاعتنا الاريا دي بكلر مختلف يعني لو كانت موجودة داخل الاريا فالاريا دي مثلا هيكون اللون بتاعها ادي بي جي ار هيكون اللون بتاعها احمر. إنما غير كده هيكون Lives اخدر اللي هو اللي اللين ده تمام? اتمني اتكون الفكرة وصلت لك يعني. بعد كده هنا طالما طالما انت عندك كار اصلا موجودة داخل الاريا بتاعتك. فمعانا كده ان انت عندك مكان بيزي. ان اللي انت حددتها. اللي بتحديد. اه هي بيزي. فبالتالي هنبدأ بقى نعمل كاونتنج. ونشوف عدد الاماكن اللي هي بيزي. او ال البيزي اللي موجودة عندنا في بتاعنا. فهنا هنعمل بقى كاونتنج اهو. اه هنا طبعا الكاونتر ون دوت ابن ده نخزن فيها السي اكس ون. الكاونتر دي اللي هي اللي هه هنخزن فيها سي اكس ون. يعني كل كل كار. السنتر بتاع عبارة عن سي اكس وشي او سي واي اله احنا اجب نهم هنا تمام. فلما لما انت هتكون عندك الازبوت نفسها بيزي فكل الغتكون بضي بتاخد السنتر بتاعها وبتعمله في الد علي اختار دي. عشان في الاخرى تنتهي ان عدد اللي هيكون موجود في الد علي بيكون عدد اللي موجود عندك في اللي انت حددتها تمام. هاتمن تكون الفكرة وصلت لك الموضوع بسيط جدا وكله متعد من قبل كده يعني. بعد كده خلاص انت هنا خدت الكاونتر وانو خزنت فيها السنتر اكس. اه وتبدأ بقى تعمل للسنتر اكس دوت عشان تشوف عدد الكارز اللي موجودة عندك. هنا طبعا لان السنتر اكس فانت كده جبت عدد الكارز اللي موجودة. فهنا بقى نبدأ نعمل على الفريم. هنا بقول له عدد اللي هي بيزي. اللي هو يكون عدد الكار كاونتنج اللي موجود هنا. وانا بقى بتحدد الخاص بالريكتانجل والخاص اللي انت بتعمله هنا. تمام? فهنا خد بالك احنا اصلا كنا عاملين كامس بوت. خلينا نرجع للكود القادين كده. ونعمل له رم تاني. احنا هنا كنا عاملين التمانية صح? بس في حاجات هنا احنا عملنا يعني ضغط على الماوس بشكل خاطئ. فمش مشكلة يعني ديت انتو تزبطا بالماوس. فاحنا هنا هنا عندنا تمانية فخلاص نقفل. فانا ليه كنت بشوف العدد يعني عشان اخد التمانية دي اللي هو اللي موجود عندنا. واترحوا من عدد اللي هو اه الاماكن المشغولة او اللي وقفة فيها. فبالتالي هيدين عدد او الاماكن او الفاضية اللي موجودة عندي في تمام? وبرضه اعمل لها وقول له هنا عدد هو هو الفريز بوتس اللي هو الرقم اللي هيجي لك من هنا. وهنا بقيت التفاصيل. وبعد كده هنا بنعمل شوف وهي بقيت دي انتو اكيد فهمنا يعني. الموضوع بسيط جدا. انا مش شايف ان في اي صعوبة ولا حاجة. الفكرة كلها ان انت في الكود ده وتعرف يعني تحدد البولولاينز بتاعتك وتبدأ ان انت تعمل لها ضم عشان تستخدمها في الكود الثاني. ان الكود ده هو استخدمناه مرارا ومرارا وتكرارا يعني بنجيب اليولو وبعد كده بن اكسز على الكوروديناتز الخاصة بالبروديكشن وبعد كده وبعد كده وبعد كده نرن الكود. ونبدأ نشوف النتيجة بتاعتنا. هو ما بيرنش هنا نوت تراست خلا نعمل تراست. هيبدأ برضو ان هو يعمل ريلود. فده شكل الاوتبوت النهائي ازا ما انتم شايفين كده. بيديتكت الكارز ورسمين السنتر في المنتصف هو باللون الجرين وهنا اللون بتاعه واخد اللون اللي هو الجرين والبيزي اللي هو اللون الريد. فهنا برضو يعني كنوع من تحسين الفيجوليزيزيشن ممكن ان انت تشيل الريكتانجل اللي هو الخاص بالديتكشن وتكتفي بس بالسنتر بتاع الكار اعتقد كده الشكل افضل يعني بس محتاج ان انت بس تزبط الارياز دي اللي انا يعني كنت بعملها كده بشكل عشوائي بالماوس. دي الفكرة ببساطة. وهنا بيقول لك البيزيزيز بوتس تلاتة والفريز بوتس خمسة. فتعالا بقى نافل الاوتبوت. انا قلت لك طبعا ان انت تقدر تستخدم الكود ده وتعالى اي بوركينج سبيس انت هتشتغل عليه. هنا انا معايا فيديو تاني اسمه ايزي خلينا نشيل الواحد ده ونعمل رن. بس طبعا لازم اروح للفيديو التاني. اه سوري اروح للكود التاني. انا بقولك ان ان انت ازا بقى تستخدمه على اي فيديو تاني. بس الاول هنا نمسح الملف ده اللي احنا عملنا اه حفظ لي الكوردينيات بتاعتنا فيه نعمله ونرجع تاني. نجيب الكود ده اللي احنا بنستخدمه عشان نعمل انا حدد البولو لاينز بتاعتنا نرن الكود. ده الفيديو التاني اللي احنا شغالين عليه اهو. اهو ما انا حاطت مسلا ايدي كده. اه سوري هضغط على كليك شمال اهو هنا. واسحب الماوز. ضغط كليك شمال زمانة ما شلتش ايدي يعني. تمام? وهو مشايل ايدي. هيبدأ يوقف الفيديو. يطلب مني اسم للاريا. هنسميها مسلا اه اريا وان. نضغط امتر. لا الفيديو اشتغل تاني اهو. وحددنا هنا اريا وان. تمام? وكذا بالنسبة لبقية الاريا. تضغط كليك شمال. تسحب الماوز. بعد كده تعمل بوينت اه سوري تعمل اه يعني تشيل ايدك من على الماوز كده. اللي هو اللي احنا كنا حددناه هنا كان اسمه اللي هو اه اول ما انت بتشيل ايدك بيبدأ يطلب منك الاسم بتاع الاريا. نسميها اريا تو. نضغط انتر. ممكن ناخد الاريا دي كمان. انا بوريك ان الكود فليكسابل قوي. وتقدر ان انت تستخدمه على اي اريا سري. تمام وهكذا بقى ممكن انت تبدأ تحدد كل الاريا اللي موجودة هنا. بعد ما بتحدد الاريا بتاعتك كالعادة بتيجي تضغط على الاس ما تنساش عشان يبدأ يحتفظ بكل الاريا اللي انت حددتها هتلاقي انا عمل ملف جديد اهو اسمه نرجع تاني بقى نرن الكود اللي هو الخاص بالديكشن وهي نبدأ نرن الكود ده. هنا غيرنا اسم الفيديو صح تمام? اهو زي ما انتم شايفين كده قال لك ان الاتنين دهو البيزي فعدد البيزي اتنين بس هنا طبعا احنا ما غيرناش العدد يعني المفروض ان انت تغير العدد هنا على حسب اللي موجود عندك هنا كان تمانية لا احنا عمدنا تلاتة بس محددينهم فنخلينا منرون الكود تاني. اهو قال لك هنا البيزي اتنين اللي هم اللي باللون الاحمر دول. او الفري هو واحد. تمام? اتمنى ان انت تكون استفدت من الفيديو بتاع النهاردة. الكود والفيديوز وكل حاجة استخدمتها في البروجيكت ده وتسيبها لك تحت في الديسكريبشن. لو في اي حد عنده سؤال يسيبه في الكومنت وشكرا والسلام عليكم.